كلمك عالجزائر قبل ما تكلم على اي حاجة لازم اتكلم عالجزائر طبعا رأيك في خروجه يعني مفاجأة طبعا ما كانش اي حد يتوقع خروج منتخب الجزائر من الدور الاول في امم افريقيا دايما فريق الجزائر من المنتخبات اللي بتشارك في امم افريقيا بتبقى مرشحة للتأهل للأدوار النهائية يعني ممكن ما تبقاش مرشحة الليها تكسب البطولة ولكن دايما بتحط دايما اي حد بيحط الجزائر في حساباته يتأهل للأدوار النهائية ولكن دي تعتبر من اسوأ النسخ اللي شارك فيها منتخب الجزائر اسوأ من نسخة الكاميرون يعني طبعا يعني اداء الناس كلها ما كانتش متفاعل يعني كان كل متفاعل بمنتخب الجزائر الموسم دوت في النسخة ديت ولكن ان انت تخسر من بروتا وعلى المجمع بتاعته ما كانتش بالصعوبة مش بالصعوبة اللي هي باستثناء بوركينا فاسو اللي ممكن اه فريق منتخب رخب منتخب قوي فعلا وصعب ان لما انت بتلعب قدام بوركينا فاسو منتخب مش من السهل ان انت تكسبه ولكن أنجولا في المتناول موريتانيا المفروض ان هي في المتناول مانا بقولك نظريا يعني على الورق من المفروض ان فيه منتخبين على الاقل في المتناول كتاريخ وكأسماء وكأرقام وقيمة سوقية لعيبة هنا ولعيبة هنا لا الكافة كانت ترجح منتخب الجزائر ولكن شايف ان منتخب الجزائر دفع ثمان عدم تجديد دماغه من 2019 يعني هو برضو بيعتمد على عناصر معينة بس هو فيه دقيقة انضمت صغيرة بس مش مؤثرة بالشكل اللي هو دايما بيرجع برضو برضو البنجاح برضو الراجل عامل الدور هو على فكرة من افضل اللعيبة ما انا بقولك ده كان دور المفروض الجهاز الفني لمنتخب الجزائر في السنين اللي فاتت دي ان هو يجاهز بودلاء اكفاء لعناصر اساسية المفروض انها كبرت في السن وبالمناسبة يمكن مشكلة منتخب الجزائر هي المشكلة اللي بيعاني منها منتخب مصر اللي هو عدم تجديد دماغه بشكل كبير الفريق الوحيد للقادم يعمل القصة دي بنجاح او منتخب السنغال يعني بيعرف يدخل عنصر او اتنين او تلاتة شباب تحت عشرين سنة ينصهروا بشكل كويس ويكتسب الخبرات ويكتسبوا الثقة في توقيتات معينة ومشيين بشكل رائع جدا عشان كده تلاقي منتخب السنغال ماشي بخطة ثبتة هو المتخب الوحيد اللي باشي بشي بشي دماغه وقعد تسع نقاط بالنسبة لك محسن رأيك في الخروج الخاص بالجزائر يعني بسم الله الرحمن الرحيم رغم ان السنة اللي فات للنسخة السابقة كان الخروج الجزائري كان مهين اكتر لانه فاز اصلا وتعادل مع اسراليون وده غلب من جنال السعوية وده غلب من جود فار كان اخر فوج للجزائر السنغال فقار رغم ان كانت اسوأ المرة للنسخة اللي فاتت كمان هو الهزيمة دي بتعادل جنال السعوية واحد سفر في البطولة للنسخة الاخيرة كانت اوقفت سلسلة لا هزيمة للمنتخب الجزائري اللي كانت وصلت لخمس وثلاثين مباراة بس رغم السوق ده الجمهور الجزائري تقبله والعامل الجزائري تقبله لسبب انت كنت واخد بطولة افريقيا من سنة تسعين ما خدتهاش فالناس عندها الرصيد موجود وكان عندهم بعدها على طول كانت تحطى القرعة بتاعة كاس العالم بتاعة تصفيات المواطش الاخيرة بتفاصل بتاعة كاس العالم وتعاملت والبطولة شغالة فكان خلاص بقى احنا معنا الكاميرون وده الاهم بقى اهم من بطولة افريقيا لكن حصلت بقى عصرة او وعكة ان هم خرجوا من كاس العالم ما تقلوش كاس العالم على ارضهم كان كسبوا بره كاميرون واحد سفر وتغلبوا على ارضهم اتين واحد في البليده كانت قاصمة وكانت في الده يمكن تلاتة من الوقت بطولة ضايع وبعده راحت مكملة السنة يمكن جمال بالماضي عمل حاجة السنة دي كانت جديدة بس ما افتوش انه راح لاول مرة راح عمل معسكر في اجواء افريقية عمل معسكر في توجو قالك الاجواء مشابهة المتخب الوحدة لعمل كده اه بالزبط كله بقى كان دايما حتى الجزار تعسكر في اسبانيا في فرنسا يمكن قبل حتى ما تيجي في مصر هتعسكر في قطر بس قطر يمكن ايه اجواء عربية حتى دي مدينة الشيناتية لكن لكن لما راح المراد يتوجو قال خلاص بقى هو عارف بقى درس الاجواء الافريقية وارفة لكن اللي حصل ده كارسي بكل معنى الكلمة بكل امانة المتخب يعني انا لا اتوقع حتى ان جمال الماضي يرجع الجزار ده يرجع هل تتوقع احمد ان جمال الماضي بالتاريخ اللي عمله والسنين اللي قضاها الحقيقة مع المنتخب الجزاري كمدير فني خلاص وقتها كده انتهى بالخروج الصعب والمهين بالنسبة للمنتخب الجزاري مؤكد يعني انا شايف انه خلاص يعني المسألة مسألة وقت لان برضو شخصية رئيس الاتحاد الجزاري زفيزيف قوية يعني في النقطة دي هو عايز فعلا يجدد يجدد دماء بشكل كبير وانت فعلا عايز تبني جيل جديد ما تدخلش مثلا في خلاف مع اندي ديلور مثلا ليه اندي ديلور لعيب من الناس اللي حضرت 2019 دخلت حضرت 2021 في 2019 كان ليه دور في اوقات كتيرة من المتشاط تشعط دربات جزاء ترجحية في ماتش مؤهل ناس اللي كان دور الثمانية تهالي كان بوركينا اعتقد لو لم تخن الزاكرة شايف ان هو داخل خلاف واستمر في الاخر جيل بطولة مع إصابة عنصر زي اسماعيل بن ناصرك برضو يعني من الحاجات اللي لازم ان نبص لها بعين الاعتبار ان اسماعيل بن ناصر عنصر فارغ جدا في خط نص الجزائر الاعتماد على زروقي وفي غولي في ماتشاط لا يعني معادش مش بنفس السنائية بس ايدر نارضي قاعد ماس هو واحد زي رياض محرز برضو على درجة اللي هو رياض بق يعني معنا احترامي برضو يعني احنا بنثمن جدا كل اللي بيحصل في السعودية بس في مشكلة بدانية كبيرة عند رياض محرز من ساعة لما راح الدورة السعودية بنت جامد لما دخل في الأجوال الأفريقية واحتك باللعبة دي خصى النوم المتقدم في السن شوية من وهو في أواخر في منشستر سيتي ما كانش بدخل صدمات بدانية كتير ما كانش اختيار أول عند بيب جوارديولا في آخر سنتين بالزادة في منشستر سيتي اعتقد ان بالماضي تجربته انتهت يعني احنا اسألة اعتقد انها مسألة وقت ممكن يبقى فيه الاعتماد على اسم زي مجيد بوغرة دلوقتي كعنصر آه عليه العين دلوقتي لان هو قدم آخر بطولة كويسة مع المحليين وصل للنهائي اللي كان بتلاقى في الجزائر واخد بطولة كاس العرب بنفسه 2021 فاعتقد انه مجيد بوغرة ممكن يبقى ليه دور كبير يعمى بقى انه يرجع للمدرسة التي فشلت كثيرا مع الجزائر المدرسة الفرنسية اللي هو يجي مدرس فرنساوي دي بتبقى ألف به كده مشاكل مع اللعبة اللي من أصول عربية اللي لسه عادين في الجزائر اللي إدى لما اللي الجزائر دخل داخلها من في تاريخها عبرها تاريخي يعني اعتقد ان الاتجاه لإسم المحلي هو اللي ممكن يكون أقرب بعد جمال بنا أهر لك المتخب الجزائري الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنشكر ربنا